مرحبا معكم في برنامج العالم هذا الصباح حيث تسعى الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة إلى تشجيع كافة القطاعات المعنية بتلوث الهواء لإطلاق مبادرات وتنفيذ برامج لتحسين نوعية الهواء وفي هذا الإطار قد وقعت الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت الأبحاث العلمية اتفاقية تعاون بشأن مشروع تقييم المخاطرة الصحية لملوثات الهواء السامة في دولة الكويت المزيد في سياق تغريرنا الآتي نظرا لتطورات السريعة التي تشهدها دولة الكويت في مختلف المجالات حرصت الهيئة العامة للبيئة على مواكبة هذه التغيرات وتأثيراتها على البيئة بشكل عام لذلك فقد وقعت مع معهد الكويت للأبحاث العلمية اتفاقية تعاون بشأن مشروع تقييم المخاطر الصحية لملوثات الهواء السامة في القطاع الجنوبي من دولة الكويت نريد أن نطمئن بشكل كامل على الوضع الصحي في المنطقة الجنوبية ومن ثم بعد خروج مخرجات هذا البحث نستطيع النظر فيما إذا كنا سنسكن مصانع جديدة في هذه المنطقة أو سنزيد من الأنشطة في هذه المنطقة نريد أن نتأكد من المردود البيئي لجميع المناطق الصناعية في دولة الكويت والحرص على عدم زيادة البصمة البيئية السلبية في هذه المناطق إن الهدف العام من هذه الاتفاقية هو تحديد المصادر والمخاطر الصحية الناجمة من التعرض لملوثات الهواء السامة وذلك لمساعدة الهيئة العامة للبيئة لسن التشريعات في هذا الإطار المشروع سوف يتم إنجازه حسب الآطخ في فترة 24 شهر قريبا يتم فيها عمل تحديد المواقع لعمل تجميع البيانات وتحديد الملوثات وتصنيفها إذا كانت ملوثات مصرطة أو غير مصرطة وكذلك تطوير قاعدة من البيانات والمعلومات التي سوف تستفيد منها لها العمل البيئة بعمل التشريعات توقيع مثل هذه الاتفاقيات بات خيرا استراتيجيا لمواجهة تحديات القضايا البيئية المعاصرة ووضع الحلول المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية ديمة دحدال تلفزيون دولة الكويت